والآن نفتح المجال للإجابة على الأسئلة السائل يقول نرى الكثير من الناس يقنعون بأفكار معينة ولكنهم يجهدون أصول تلك الأفكار فتجد تلك القناعة يتجاذبها أكثر من اتجاه فما نصيحتكم لهؤلاء على أي حال الفكر الصحيح إنما يستمد من الأدلة الثابتة جانب الفكر أو الجانب العقلي لا بد من أن يكون دليله دليلا قطعيا وكون قطعيا أن يكون قطعيا من حيث ثبوت وقطعيا من حيث الدلالة القطعي من حيث الثبوت أن يكون ثابت بالتواتر القطعي كالأدلة القرآنية فإن الأدلة القرآنية كلها قطعية إذ القرآن من فاتحة الحمد إلى خاطمة الناس لا شك في ثبوته هو تلقته الأمة جيلا بعد جيل حتى وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم تلقاه من جبريل وجبريل تلقاه ممن تلقاه من الملائكة ومن كلام رب العالمين هذا لا شك فيه وكذلك البتواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو قطعي من حيث الثبوت هذا بالنظر إلى الثبوت أما بالنظر إلى الدلالة فلا بد من أن تكون الدلالة نصية لأن هناك الكثير من الأمور التي هي موجودة في الأدلة القطعية في الأدلة القطعية ثابتة التي لا شك في ثبوتها من حيث الثبوت الأدلة القطعية من حيث الثبوت إلا أن دلالتها تكون نصية دلالتها أمومات الأمومات هي غالبا ما تكون ظنية وإنما قلت غالبا لأحترز من الإطلاق الذي عند كثير من الأصوليين وكثير من الفقهاء قالوا أن الأدلة العمومية هي أدلة ظنية وأطلقوا هذا القول من غير تقييد أو من غير تفصيل ولكن أجد أن بعض الأدلة لا يمكن إلا أن تكون قطعية ولو كانت عامة هي قطعية لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يرد عليها التخصيص إنما قيل في هذه الأدلة بأنها ظنية لكثرة ما يرد من المخصصات على الأدلة العامة ولكن وجدنا من الأدلة العامة ما لا يمكن أن يرده التخصيص كقول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد هذا دليل عامة لكن لا يمكن أن يخصص لا يمكن أن يقال بأن الله تعالى اتخذ ولدا ما أبدا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله أيضا هذا دليل عامة وهو قطعي وكذلك وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وكذلك لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل كل هذه أدلة قطعية من حيث دلالات وإن كانت عامة لأنه يستحيل يستحيل بحال من الأحوال أن يرد التخصيص على هذه الأدلة فلما كان من المستحيل أن يرد التخصيص عليها فهي إذن قطعية فالعقيدة تستقى من هذه الأدلة القطعية التي لا يمكن أن تخصص بحال من الأحوال وعلى أي حال وكذلك من ناحية السنة المتواترة ما تواتر عن نبي صلى الله عليه أما دعاوة التواتر فهذه دعاوة كثيرة كثير من الناس من يدعي التواتر فيما لا تواتر فيه كثير ولنبما تناقض الناس فادعا لهؤلاء تواتر أدلتهم وادعا هؤلاء تواتر أدلتهم في كل الجانبين نظر ولكن التواتر هو التواتر القطعي الثابت الذي لا يشك فيه بحال من الأحوال وهو ما نقله جماعة عن جماعة لا يمكن تواطئ مثلهم على الكذب عادة هكذا فسروا المتواتر فالقضايا العقلية إنما يجب أن ينظر فيها إلى الأدلة القطعية بحيث يعول على هذه الأدلة القطعية لأن اتباع الظنون أمر لا يقبل في الجانب العقلي فالله سبحانه وتعالى يقول إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس فالأدلة الظنية لا تقبل في الجانب العقلي أيضا يقول السبات على المبدأ أمر ضروري ولكننا نرى في زماننا هذا الكثير من الناس لا يثبتون على مبادئهم وأصولهم بل يتنازلون عنها فما هي توجيهاتكم على أي حال هؤلاء عليهم أن ينظروا في أصول هذه المبادئ وأدلتها من كتاب الله فما دام الأمر واضحا والدليل قائما على ثبوت هذه المبادئ من كتاب الله وكذلك مما تواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا مجال هناك للنظر لأنما ثبت بالدليل القطعي لا يمكن أن نخالف ولا تنجز مخالفته بأي حال من الأحوال إذ الخلاف في هذا أضيق من سب الخياط بخلاف الأدلة الظنية فإن لأهل الألم المجال في الاكتهاد فيها لأن الأدلة الظنية كما يقال الاغتلاف فيها أوسع من رحاب الفضاء سؤال آخر أخلاق المسلم تاب أن يتنازل المسلم عن كرامة وأزتي لأجل شيء وضيع فنحن نجد أن الغيرة ذهبت من قلوب كثير من الناس فنجد مثلا الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية بدون المحرم في المنازل والمزارع وكذلك في الأسفار فما حكم الشرع الحنيف في ذلك الجواب هذه قضية حساسة جدا الله سبحانه وتعالى هو العليم بما تنطوي عليه فطر العباد ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى من الأحكام ما يتواءم مع الفطرة وما فيه المحافظة على الفطرة فالله سبحانه وتعالى يعلم الجاذب القوي والميل الجارح الذي في نفس الرجل تجاه المرأة وكذلك ما يكون في نفس المرأة تجاه الرجل فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى بآداب شرعها في كتابه العزيز الله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يودين هذا أدب أدب الله به المؤمنات وبدأ بأطهر البيوت وأنقاها وأعظمها شأن بيت النبوة بدأ بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وببناته ثم بعد ذلك بنساء المؤمنين عامة وكذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون فهذا تأديب للرجال أن يغضوا من أبصارهم والإسلام بعيد عن المفارقات والتناقضات إذ لا يمكن أن توجد فيه التناقضات ولا يمكن أن يستطيع الرجال أن يغضوا من أبصارهم الغض الذي أمروا به إلا عندما تكون النساء أيضا على جانب من الآدات فلذلك أتبع الله تعالى هذا تأديب النساء بقوله وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائبعولتهن أو أبنائهن أو أبنائبعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإرمة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ونجد أن الله سبحانه وتعالى يعلم من عباده كيف التأثير السحري من المرأة على الرجل بكل شيء بنفحة طيبها وبنغمة صوتها وبجرس حليها فلذلك قال ولا يضربن بأرجونهن ليؤلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وجاءت الأحاديث عن نبي صلى الله عليه وسلم مشددة في خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية فقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلو بمرأة إلا مع ذي محرم وقال صلوات الله وسلامه عليه ألا لا يخلو الرجل بمرأة إلا مع ذي محرم وقال ما خلى رجل بمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فهذا لأجل ربع النفوس ومع هذا نجد أنه صلى الله عليه وسلم يقول أيها إياكم والدخول على النساء فقاله رجل من الأنصار أرأيت الحم يا رسول الله وحم المرأة وأخ زوجها قريب الزوج أرأيت الحم يا رسول الله فقال الحم الموت هكذا يقول صلوات الله وسلامه عليه فمن طبيعة الرجل الذي يؤمن بالله تعالى الإيمان الصحيح الإيمان العميق الإيمان المؤثر أن لا يتهاون في هذا أن يغار على امرأتي وأن يغار على أختي وأن يغار على ابنته وأن يغار على قريبته وأن لا يتساهل في هذا الأمر وكذلك المرأة المؤمنة أيضا من طبيعتها أن لا تتساهل في هذا بحيث ترضى لنفسها أن تسير مع الرجل الأجنبي السؤال الآخر يقول ما نصيحة تكون لمن يقضون ليله في متابعة المسلسلات الماجنة واللعب واللهو والتفحيص بالسيارات فيما يتسبب في التأخر عن صلاة الفجر وإزعاج الناس بأصوات السيارات الجواب الإنسان مسؤول عن كل شيء في عمره الله تعالى يقول أيحسب الإنسان أن يتكسد ألم يكن نطفة من يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى بلا هكذا يحذر الله سبحانه وتعالى الإنسان من التهاون في هذه الحياة فهو ينقلب إلى الله ويسأل عن ما قدم وما أخر في حياته وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عندما قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من أنت ربي حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما عدل يسأل عن هذه الجوانب كلها يسأل عن العمر كله لأن العمر هو وعاء نعم الله تعالى الأخرى كل نعمة إنما مصبها في هذا الوعاء الكبير في الأمر وكل لحظة من الأمر تفنى إنما هي على حساب هذا الأمر لأنها لا تعود إلى الأبد فعلى الإنسان أن يعد لكل سؤال جواب ويسأل عن الشباب سؤالا خاصا لأن الشباب زهرة العمر ورعانه وربيعه ونظرته وجماله فلذلك يسأل سؤالا خاصا عن الشباب ويسأل بقية الأسئلة فالذين يقضون أوقاتهم فيما لا يعود عليهم المنفعة إنما هم يهدون بحقيقة قيمة الأمر وما ينبغي للإنسان أن يفعله في هذا الأمر إنما الأمر وسيلة للأعمال الصالحة على الناس أن يتنافسوا هذا الأمر ميدان للسباق سباق في الأعمال الصالحة فعلى الناس جميعا أن يتسابقوا في ذلك فليتنافس المتنافسون ومع هذا أيضا ما يفعلون بالسيارات مما يقال بأنه تفحيص السيارات إلى آخر إنما هذا بجانب كونه يسبب إزعاجا هو أرض للخطر قد يصيب الإنسان نفسه بهذا قد يعرض نفسه للخطر وقد يعرض غيره للخطر وهو مسؤول عن ذلك كله فليس للإنسان أن يعرض نفسه للخطر وليس له أن يعرض غيره للخطر وليس له أن يزعج الناس لأن إيذاء الناس كما جاء في كتاب الله والذين يؤثون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقط يحتمل مهتانا وإسما مبينا الذين يؤثون المؤمنين والمؤمنات فعلى أي حال على كل واحد أن يدرك قيمة الأمر وأن يسعى إلى تأطير هذا الأمر كله في الإطار الصحيح سؤال آخر السلام عليكم استدل البعض بحوادث السير أنها قضاء وقدر أو بمعنى آخر كيف يمكن الحد من حوادث السير من خلال فهمنا للقضاء والقدر لا ريب أن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر وله أن يختبر عباده وليس للعباد أن يختبر الله الله سبحانه وتعالى قضى كل شيء ولكن مع هذا فليس للعباد أن يختبر الله تعالى وأن يفعلوا من الأشياء ما لم يرمه الله بدعوة أن هذا قضاء وقدر الإيمان بالقضاء والقدر لا يقتضي تهاوى الإنسان بسلامته والتهاوى بسلامة الآخرين فإنه مسؤول عن نفسه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم ومن يفعل ذلك أدوانا وظلما فسوف نسله نارا وكان ذلك على الله يسيرا الإنسان مسؤول عن نفسه ثم هو أيضا مسؤول عن غيره ليس له أن يعرض حياته لأنفس أخرى للهلكة الله تعالى يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فعلى الإنسان أن يتذكر وأن يدرك هذا سؤال آخر تجبر الحياة أحيانا الإخوة بالزواج في بيت واحد فما حدود التعامل بين الحماية في هذا البيت على الجميع أن يتقوا الله وعلى كل واحد منهم أن يغض من بصره وأن لا يدخل حيث توجد النساء الأخرى إلا باستئذان وأن لا تكون خلوة بينه وبينهن وعليهن أن يتقين الله وأن لا يبدين شيئا من زينتهن عند أولئك سؤال آخر ما الحكمة التي أرادها الله تعالى في تحريم الصلاة في أوقات مخصصة الله تعالى لا يسأل عن ما يفعل لكن هذه الأوقات يعني أوقات بالنسبة إلى وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لأجل مخالفة المجوس وعبدة الشمس لأجل مخالفة أحوالهم حتى لا يقع المسلم في مشابهة لأولئك ووقت شدة الحر لأن الحر الحر كما قال الحديث من فيحة جهنم ففي حال شدة الحر في منتصف النهار كذلك سؤال هل يوجد هناك تقسيم للكذب في الإسلام الكذب كله حرام إلا إذا كان كذبا لمصلحة لا بدا منها إذا كان أحد يصلح بين الثنين فله أن يكذب لأجل الإسلاح بينهما بحيث يقول لهذا الخصم أن سمعت من خصمك يقول كذا وكذا من الكلام الطيب الذي يلطف من مشاعره ويكتذبه إلى جانب الود لذلك الطرف ويقول لذلك الطرف أيضا أن سمعت من فلان يقول كذا كذا من الكلام الطيب الكلام الحميد الذي يؤدي إلى تأليف القلوب وتقريب بعضها من بعض في حال الصلح ما بين اثنين لا حرق لأن يريد الإسلام بهذا الخير وليس هذا من باب الغاية تبر الرسيلة ولكن هذا من باب لأن يؤذن الشارع بهذا وكذلك لأجل حسن الأشرة بين الرجل والمرأة أن يقول من الكلام ما يطيب خاطرها وأيضا من نسبة إليها أن تقول من الكلام ما تطيب به خاطرها حتى تكون ما بين الزوجين ألفة ومودة سؤال ما حكم ولي الأمر الذي يفتح رقم حساب توفير لابنه في البنوك نعوذ بالله يعني يعود الأولاد يعود الأولاد على المعاملات الرباوية ونعوذ بالله من ذلك ونسأل الله تعالى السلامة على الناس أن يتقوا الربا سؤال آخر يقول البعض إن شروط التعدل للزوجات أربعة المقدرة الجسدية المقدرة المالية المقدرة الإدارية العدل فما مدى صحة ذلك مع أن الله لم يذكر سوى العدل لا ريب أن الرجل عليه أن يوفي النساء جميعا حقهم من جسده ومن ماله ومن حسن معاملته لهم كل هذا مطلوب به الرجل فهو مطالب إن كان يشعر بأنه غير قادر على ذلك عليه أن يختصر على واحده سؤال ما حكم لعبة الورقة يكفي أن فيها إضاءة للوقت حسب لإنسان أن فيها حسب الإنسان أن فيها إضاءة للوقت فضل عما يكون أحيانا من التشاجر ما بين الأطراف وأيضا ما يكون أحيانا من مقامرة أسأل الله تعالى السلامة هل في العبادة أو في العيادة؟ ما هو المعيار الذي يتحدد به معرفة الطريق الصحيح في العبادة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم على الإنسان أن يعبد الله على بصيره أن يتفقها في دينه وأن يتبصر حتى يعرف كيف يعبده فلربما كثير من الناس ظنوا أن العبادة في أشياء وهي في الحقيقة بعدهم عن الله وجدنا من الناس من يتقرب بالنذور إلى القبور ويحسب أن هذه عبادة تقرب إلى الله مع أن هذا من تزلف إلى غير الله سبحانه وتعالى بالعبادة التي هي لا تجوز إلا لله تعالى فعلى الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر سؤال ما قولكم في زكاة الإبل المخصصة للسباق وتباع في حال فوزها هل تزكى زكاة الإبل أم زكاة عروض التجارة أما عندما تعرض للبيع عندما تكون معروضة للبيع ففي ذلك الوقت تزكى زكاة التجارة وقبل عرضها للبيع تزكى زكاة الإبل سؤال ما حكم الصلاة خلف من يستعمل الطلاسم والمعاليات مع طلب إسم الأم عند بداية العلاج بالإضافة إلى طلب مبلغ مالي للعلاج الجواب مع غض النظر نحن ما ندري كيف تلاسمية لا ينبغي للإنسان أن يعول على التلاسمية لأن التلاسمة معروفة معانيها وما هي مجتملاتها من حق أو باطل ونحن نحرص على أن نحسن الظن بالناس ما لم يتبين أن الإنسان يعتقد في المخلوقات ما يعتقد في الله سبحانه وتعالى لا نحمل الناس على سوء الظن ولكن نقول بأن هؤلاء مورطون لأنفسهم على أننا وجدنا مع الأسف الشديد كثيرا من هؤلاء يرتكبون أشياء سحرية أشياء لا تيوز شعراً أشياء مخوفة تؤدي حتى إلى جرائم أخلاقية والعياذ بالله أنا وصلتني شكاوى كثيرة من الناس من هؤلاء كثيرا ما يستدريون النساء والعياذ بالله يستدريون النساء للعلاج ثم بعد ذلك يورطونهن في أمور محرمة وجاءت امرأة تشكو إلي بأن امرأة أخبرتها عن رجل يعالج بالاتصال بالهاتف فعلى أي حال تصلت به فأرسل إليها شراباً تشربه تقول بعدما شربت ذلك الشراب صارت في شغف شديد تؤجب بهذا الرجل وهي لم ترح ولكن تحس أنها تريد أن تذهب إليه يعني وضعها سحر في هذا الشراب ليجرها إلى الفساد واتصل من بعد أنه يحبها فقال اتق الله وأخبرته أنها ذات الزوج وأن عنها أولاد ومع ذلك هو يحاول أن يورطها في الحرام والعياذ بالله فعلى الناس أن يكونوا على حذر من هؤلاء الذين يتذرعون إلى الحرام بهذه الطرق الملتوية أو يتظهرون بأنهم يعاليون الناس ثم يقعون في الحرام ويوقعون الناس في الحرام شكرا للمشاهدة سؤال عن مجموعة من الأشخاص مشتركين في صندوق يقص العزاء وكل من يتوفى من المجموعة يدفع مبلغ معين على حسب الاتفاق على حسب الاتفاق وعدد مجموعة 40 شخص ومبلغ الشخص الواحى 75 ريال عماني هل تخرج منها زكاة لأن المغرب لا يتجاوز ألف ريال أو ألفي ريال إذا استمر ولم يتوفى أحد من هذه المجموعة نحو سنة أو أكثر هل تخرج منه زكاة الجواب أولا هل هذا العزاء خاص بهؤلاء الأشخاص أو من يتوفى نفقات العزاء حتى يدفعوا عن الناس التكلف في العزاء فإن كان المقصود الدفع دفع المؤون عن المجتمع حتى لا يتكلف المجتمع ربما يموت أحد وليس عنده من المال وتكاليف العزاء تكون مكتاحة لثروته عندما ينزل الناس عندما نحب إطعام طعام عند وقوع العزاء لأن هذه المدعة مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لو أريد بها التخفيف عن الناس فهذا من مثابة الوقف والوقف ومثل صدقة لا تأخذ زكاة من الوقف إن كان المقصود كذلك أما إذا كان لأجل أنفسهم فعلى أي حال في هذه الحالة يخريون يزكي هذا المال إن مضى عليه عنه السؤال ما حكم التدخين فإنه أصبحت المجتمعات يدخن فيها الصغير قبل الكبير وخصوصا ما يسمى بالشيشة التدخين قضية شائكة خطيرة أصبحت الآن هذه القضية تشغل عالم قضية تشغل عالم قضية التدخين وعلى أي حال منذ موجد التدخين في القرن العاشر الهجري أي قبل خمسة قرون من الآن موجد التدخين حصل الأخذ والرد بين علماء المذاهب الإسلامية بأسرها ما على مذهبنا وإلا كل مذاهب اختلفت وقع الخلاف بين العلماء ما هو حكم التدخين بين محرم ومكره ومبيح وقع الخلاف أما عند علمائنا على الإطلاق من أول الأمر قالوا بالتحريم ما اختلفوا في هذا قالوا بأن التدخين حرام واليوم كما يقال وضح الصبح لذي عينين اكتشف الناس خطورة التدخين وأن التدخين من أخطر الخطر من أخطر الخطر الذي يهدد الناس في صحتهم وخطره أظيم الآن أصبحت الكلمة كانت تكون متفقة من كل المذاهب الإسلامية بأن التدخين حرام وليست المذاهب الإسلامية فحصل بل هناك نداء من الأقلاء في العالم أنا وجدت يعني في الأيام القريبة اطلعت على أن إحدى الصحف وهي مجلة باحث الكونغرس باحث الكونغرس الإمريكي هذه المجلة في أحد أعدادها عدد صادر قبل 16 عاما من الآن ذكرت بأن منظمات الأغذية والدواء في الولايات المتحدة الإمريكية تطالب منظمات الأغذية والدواء بأن يلحق الدخان بالمخدرات وأن يمنع في العالم بأسر وأن يحارب كما تحارب المخدرات لأن ضحايا الدخان أضعاف أضعاف ضحايا المخدرات الذين يموتون بالدخان أضعاف أضعاف الذين يموتون بالمخدرات ونحن علينا أن ننظر إلى قضية التدخين من وجوه شتى علينا أن ننظر أولاً من ناحية طبية ما هي مخاطر التدخين؟ التدخين يضر بكل خلية في الجسم يميئ خلايا الجسم هو خطر على القلب خطر من حيث السرطان أنواع عدة من السرطان سببها التدخين أنواع عدة من الجلطات سببها التدخين أنواع عدة من الأمراض القاتلة الأخرى سببها التدخين ونحن حسب اطلاعنا هذا اطلاع عليه في الأيام قريبة بأن دول مجلس تعاون هذه الدول الخليجية يموت فيها في كل يوم خمسة وأربعون شخصاً بسبب الدخان خمسة وأربعون شخصاً في دول مجلس تعاون يموتون بسبب الدخان ومعنى ذلك أن الذين يموتون في كل سنة يعني أكثر من ستة عشر ألف شخص في دول مجلس تعاون أما الذين يموتون في العالم العالم بأسره في كل مرة الأحصائيات تأتي برقم غريب ورقم خطير في كل مرة طلعت قبل فترة أنه ثات ملايين ثم زادوا إلى أربعة ملايين قبل أول مليونين ونصف ثم زادت نسبة إلى أربعة ملايين ثم زادوا إلى إلى خمسة ملايين وآخر ما اطلعت عليه في مجلة الأسرة التي تسلر من مملكة العربية السعودية أن الرقم وصل عشرة ملايين في كل عام عشرة ملايين يموتون في العالم بسبب الدخان في كل عام عشرة ملايين يموتون بسبب الدخان فنحن إذا جئنا إلى إلى ناحية الصحية أو ناحية الطبية نرى أن خطورة التدخين أمر أجل يعني يموتون في كل عام إذا جئنا إلى الناحية إلى الناحية الطبية أي إلى الناحية الاقتصادية نجد بأن في في التقارير التي نشرت وقد نشر حتى في الجرينة عمان بمناسبة اليوم العالمين الامتناعي عن التدخين نشر في عمان بأن البلاد العربية تنفق تنفق على الدخان في كل يوم تنفق على ثمن الدخان فقط هذا ثمن الدخان في كل يوم مئة وأربعين مليون دولار في كل يوم مئة وأربعين مليون دولار فإذا كان هذا في كل يوم مئة وأربعين مليون دولار كم في السنة؟ في السنة خمسين بليار بلاد العربية هذه الوحدة تنفق في كل سنة خمسين مليار وأربعمائة مليون هذه التي تنفق من أجل طيب مع هذا هذا ثمن التدخين ما هي النفقات الأخرى؟ العلاج للأمراض التي تنشى عن التدخين نفقات هذا العلاج أضعاف نفقات ثمن التدخين تنفق الأموال أمر خيالي إذا جئنا من ناحية التأثير على البيئة نحن وجدنا أحد الأطباء وأنا لا أعرف هذا الطبيب هل هو ألماني أو هو أوروبي طبعا له مقال جاء فيه بأن ما يدخنه الشخص المؤتدل أي المتوسط إن استمر على التدخين لبدة ثلاثين سنة فالذي يدخنه أحد عشر ألف ألبة أحد عشر ألف ألبة يدخنها فيها مئتي ألف حب السجائر مئتي ألف حب السجائر قال تحتوي على ثمانمائة جرام من مادة النيكوتين ثمانمائة جرام من مادة النيكوتين يقول تكفي لتسميم مدينة سكانها عشرة ألف نسمة بناء على هذا الكلام الذي قاله بأن مئتي ألف سجارة يعني تكفي فيها من مادة النيكوتين ما يكفي لتسميم عشرة آلاف مدينة سكانها عشرة ألف نسمة نظرنا في الإحصاء حسبنا اطلعنا على إحصاريات جاءت من نيويورك ما ينتج سنويا في العالم من السجائر فوجدنا أن الذي ينتج في العالم سنويا من السجائر ما فيه من مادة النيكوتين كافي لتسميم أربعة مليارات شخص كافي لتسميم أربعة مليارات شخص فبجانب هذا هذه مادة النيكوتين وجدنا أن السجائر أيضا هذه النسبة غير متوقفة عن تحد هذه النسبة تمشي بالطراد تزييب بالطراد كنا اطلعنا قبل فترة بأن في السجائر ثلاثة آلاف مادة سامة أنواع من مواد السامة والنيكوتين واحدة من هذه المواد ثلاثة آلاف ثم وجدنا أربعة آلاف ثم قبل سنوات كان إحصاء من قبل القسم العرمي بهيئة الإذاعة البريطانية ذكر أن خمسة آلاف مادة الآن الذي طلعنا عليه بأن ستة آلاف وثمانمائة مادة سامة في التبقى فإذا من خلال هذا كله يتبين أنه لا مجال للقول إلا أن التدخين حرام 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 إذا جئنا إلى الآيات القرآنية ودلالتها على هذا الآيات صريحة الله تعالى يقول يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسله نارا وكان ذلك على الله يسيرا فإذا هذا الذي قتل الذي استعمل الدخان موقعت النفسه لكن قتل بطير يتناول سم ولكن هذا السم سم بطير والله تعالى يقول ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد الأقام ولا يشك أحد في أن الصحة نعمة والمال نعمة والأقل نعمة وهذا الذي يستعمل الدخان يبدل هذه النعمة يبدل هذه النعمة والله تعالى قال ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد الأقام أيضا الله تعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يحرم الإسراف فكيف بهذه الأموال التي تنفق على التدخين نقدر أن أحد من الناس لا يدخن ولكن في كل سنة يأخذ مقدار من ماله بقدر ما يستعمله المدخن في التدخين لأن كان مدخن يتلف في كل سنة مئة ريال مثلا قدر هذا الشخص لا يدخن لكن يأخذ من ماله في كل سنة مئة ريال ويحرقها كيف يقال هذا ألا يقال بأن هذا سفيه يجب أن يمسك على ينيه مع أن هذا لا يضر بنفسي ولا يضر بأولادي وإنما يتلف هذا المال يضر بالمال فقط فكيف إذا كان يتلف المال مع الإضرار بالنفس ومع الإضرار بالأولاد لأن حتى الأولاد يتأثرون والمحيط كله يتأثر بالدخان في الولايات المتحدة الإمريكية الذين يموتون بالدخان السلبي أي بشم الدخان من المدخنين الذين يموتون بالتدخين السلبي أو التدخين القصري هم أربة آلاف كل سنة أي لديهم لا يدخنون ولك يتأثرون بسبب بقائهم مع المدخنين وشبهم لرائحة الدخان وفي بريطانيا ألف شخص يموتون هذا في إنجلترا وحدها يموت ألف شخص فإذا من خلال هذا كله يتبين لنا أن الدخان خطر وإذا كان غير المسلمين ينادون بمنع التدخين كما قلنا في الولايات المتحدة الإمريكية يعني المؤسسات المسؤولة عن الغذاء والأدوية ينادون بجعل التدخين كالمواد المخدرة في المنع والتحرين فإذا المسلمون أولى بهذا لأن دينهم يفرض عليهم أن يحافظوا على سلامتهم وأن يحافظوا على سلامة المجتمع من حولهم هذه بعض الأدلة في منع التدخين اللهم لك الحمد كله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثيت على نفسك نستغفرك ربنا ونتوب إليك ونعول في إجابة دعائنا عليك ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إلا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرن الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد نسألك ربنا أن لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا أصلحته ولا غمّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا عافيته ولا غائبا إلا حفظته ورددته ولا ظالا إلا هديته ولا عدوا إلا كفيته ولا دعاءا إلا استجبته ولا رجاءا إلا حققته ولا بلاءا إلا كشفته ولا سائلا إلا عطيته ولا محروما إلا رزقته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح ومنفع إلا قضيتها وإستبتها في يسر منك وعافية اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره والقبر خير بيت نعمره واجعل ما بعده خيرا لنا منه اللهم إنا نسألك أنتهب كل منا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشئا منيبا وعملا صالحا زاكيا وإيمانا خالصا ثابتا ويقينا صادقا راسخا وألما نافعا رافعا ورزقا حلالا واسعا ونسألك ربنا أنتهبنا إنابة المخلصين وخشوع المخبتين ويقين الصديقين وسعادة المتقين ودرجة الفائزين يا أفضل من قصد وأكرم من سؤل وأحلم من أصي يا الله يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم ربنا سخنا الغيثة ولا تجعلنا من القانطين اللهم ربنا سخنا الغيثة ولا تجعلنا من القانطين اللهم ربنا سخنا الغيثة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريعا طبقا غدقا نافعا غير طار رائثا غير عاجل تدر به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد موتياء لا يدعوانيا إلا أساله ولا جدبا إلا أزاله ولا أبا إلا أطاله ولا قفرا إلا عاشبه ولا مصرا للمسلمين إلا أخصبه اللهم إن بالأيباد والبلاد والبهائن من اللأواء والجهد والطنك ما لنشكوه إلا إليك فأدر لنا الضرع وأنبت لنا الزرع وسقنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض اللهم إنا نستغفرك استغفارا فأرسي السماء علينا مدرارا اللهم إنا نستغفرك استغفارا فأرسل السماع علينا مدرارا اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا لنوقا ضحوكا تمطرنا به رذاذا قطقطا سجلا يد الجلال والإكرام اللهم أغث عبادك واسق بهائمك وأحي بلدك الميت يا حي يا قيوم يد الجلال والإكرام اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا في الآخرة والأولى اللهم بارك لنا في زروعنا وفي ثمارنا وفي حيواناتنا وفي كل شيء يا رضاه يا ذا الجلال وإكرام اللهم بارك لنا في كل ما رزقتنا وألم نعمتك ورحمتك علينا وارفع مقتك ووضبك عنا ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا إنك ربنا على كل شيء قدير وإنك بالإجابة الجدير نعم المولى ونعم النصير اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك ربنا ونتوب إليك ونعول في إجابة دعائنا عليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما ينصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته